اشتركوا في القناة 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 بداية احكي لنا عن اهم النقاط المفروض ان تكون موجودة في هاي القسيمة الشهرية نعم قسيمة الراتبة هي مستند كتير مهم انا في معي نموذج منه راح اعرضه او راح نعرض طبعا نموذج اخر ممكن على الشاشة قسيمة الراتبة هي مهمة جدا المفروض بكل عامل او عاملة اللي هن بيشتغلوا باجر شهري او يومي او حسب ساعة او حسب طبعا فيهم كمان مواسم طبعا بيشتغلوا بمواسم الصيف كمان بيستحقوا طبعا قسيمة الراتبة قسيمة الراتبة هي بتنعطى بشكل شهري بتنعطى خلال تسعة ايام من يوم استحقاق المعاش يعني استحقاق المعاش اذا كان باخر الشهر لحت تسعة الشهر اللي وراه لازم قسيمة الراتبة تكون بايد طبعا العمال اليوم قسيمة الراتبة هي احنا بنعرفها من سنة تمانية خنقول بسنة تمانية وخمسين من وقت ما نصصها طبعا قانون حماية الاجور لازم تسلم كورقة بالياد الا انه في تحديث جديد كان قبل سنتين تقريبا فيه اليوم قصائم راتب الكترونية اللي هي بموافقة المشغل بس ان كان فيه يعني ورقية او الكترونية المفروض ترسل شهريا للمواطن صحيح لازم تسلم شهريا حتى لو العامل ما طلبها قسيمة الراتب من ايش بتتكون او الاشياء المهمة لازم تكون فيها طبعا دائما بالجهة اليمنى بيكون اسم المشغل او الحفرة طبعا الشركة يعني رقم هوية المشغل او رقم هوية الشركة بيكون عنا طبعا ما يسمى بالعبري تيك النوكييم اللي هو ملف الخصومات لازم يكون طبعا ملف الخصومات رقمه بيبلج دائما تسعة سفر بيكون موجود بالضريبة هذا لازم يكون عنوان المشغل عنا اسم العامل رقم هويته مرات بحطه عنوانه طبعا الامور المهمة التانية كمان اللي بتنحط اللي هو القاسيمة الراتبهاي عن اي شهر بتحكي اذا بتحكي عن شهر خمسة الفين وتساطاش بنكتب على خمسة الفين وتساطاش اقدمية العامل قديس صار له بالعمل يعني بدأ تاريخ بداية العمل مثلا واحد الفين وعشرة بلشت اشتغل بنكتب بكل تلوش واحد الفين وعشرة حتى لو صار لعشرين سنة بعد لازم تنكتب دائما الاقدمية من المواضيع كمان المهمة اللي بتنكتب اللي هي ايش المعاش بشمل كم ساعة اشتغل العامل او كم يوم اشتغل العامل او اذا كان مسكورة اللي هي اجر شهري بنكتب انه اجر شهري طبعا مبلغ محدد لازم تنكتب كمان كل الامور الاضافية زي النقاها اذا كان فيه بيستحق نقاها بهذا الشهر طبعا بتخلف من عامل لعامل وحسب اقدميته عنا اجهازات سنوية كمان اذا فيه لازم تنكتب السفريات قديش السفريات كم يوم سفريات وكل يوم قدي بياخد العامل لازم ينكتب طبعا بالتفصيل فيه عدة امور كمان بتنكتب طبعا اضافات احنا بنحكي اسعى قسيمة راتب يعني بشكل عام نعم طبعا فيه قسائم راتب اللي هي بتتبع زي وزارة المعارف او فيه كمان زي مثلا عمال البناء اللي هنا بيخضعوا لاتفاقيات جمعية فيه اللي هنا اضافات هاي احنا بنحكيش عنا هاي الاضافات طبعا هاي الاستثناءات بالنسبة لنا حاليا الامور المهمة كمان هي الخصومات ادابا خصب من الراتب فيه عنا البروتو فيه عنا الناتو بالعبري ما يسمى باللغة العامية المعاشي الوسخ والمعاشي الانضيف المعاشي الوسخ والمعاشي اللي بيشمل كم ساعة يشتغل العامل او كم يوم قديش معاشه بينعط المبلغ طبعا العام اللي بيكون بالجهة اليمنى تحت الساعات وتحت كل الدفوعات اللي بتندفع بالجهة اليسار ده بنحط الخصومات الخصومات بتكون القسم هو تأمين وطني طبعا نسبة معينة حسب القانون نسبة اللي هي تأمين صحي ونسبة طبعا لضريبة الدخل وطبعا فيه بعض العمال اللي هن بعد ستة شهر من بداية عملهم كمان بنزل عن هند صناديق التقاعد صناديق التقاعد مهم جدا ينكتب شو الشركة شركة التأمين اللي بتاخد هاي المبالغ او اللي بنزل فيها وقديش طبعا فيه بينزل مبالغ مهم جدا كمان بقسيمة الراتب من تحت تشوف قديش فيه اكم يوم انت استغلت نقاها اكم يوم استغلت اجازة سنوية اذا فيه كمان مرضيات ايامات مرضيات لازم تنحط كمان قدي استغلت وقدي تضللك يعني حسب اذا انت عامل صلك خمس سنين بتصحلك مثلا اربعين يوم على سبيل المثال مرضية استغلت عشرة للحد اليوم بين كتب استغلت عشرة بضال مثلا انا بفهم منك سيما لحد هون كل الامورك لازم تكون واضحة للموظف او للعامل وشفافي بشفافة صحيح واتكون دقيقة حتى الاكثر من هيك انه بقصائم الراتب انا لليوم يعني 16 سنة بشط المحامية ولا مرة شفت بقصيمة راتب اشي اللي لازم يكون موجود اللي هو طريقة الدفع يعني اذا بدينزل للعامل مثلا على البنك لازم يكون محدود اسم البنك رقم الحساب تاع العامل وانه بدينزل او اذا نقضي لازم ينكتب حسب القانون لازم يكون موجود حسب القانون لازم يكون موجود بس انا ولا مرة شفته مؤشر مش سهل مهم جدا فحص لازم مش موجود صحيح طبعا فيه بقصيمة راتب كمان بنحط اللي هو ما يسمى المبالغ بيتاخد على الحساب يعني اذا مثلا العامل بيشطل بستهلاف شكل بدي ياخد قبل يوم استحقاق المعاش عنده مثلا ازمة اقتصادية بدي ياخد مثلا الف شكل اللي بسموها بالعبري مفرعة او بالعربي اللي هي سلفيات بالضبط او اذا فيه قرض ما ياخده من المشغل كمان بنزل كله كله لازم ينكتب لانه اي اشي مش مكتوب بالقصيمة الراتب ساعتها الاثبات هو على المشغل انه يثبت انه دفع اشي مش موجود او مبلغ مش موجود يعني عفاف سيما بتاخدنا هون لمحال سؤال كتير كتير مهم انه يعني قصيمة الراتب مش مجرد وركة تشمل تفاصيل عادية انما هي يعني منقدر نقول عنها وثيقة حقوق بين العامل وبين مكان العمال صحيح ومهم يمكن كمان اوكي بمعنى ممكن احنا نشتغل بشركة او بمؤسسة اكثر من سنة وكل شهر ناخد قصيمة الراتب بس ما ناخدها ايمان وضغل نحطها بملف او نحطها عجانب اول مجزقة يمكن لازم نتابع ونتبع التفاصيل واذا فيها تغيرات سيما صحيح اليوم في عدة مؤسسات وعدة جمعيات اللي هي ممكن يتساعد بشكل مجاني فيه كمان طبعا عدة محامين اللي كمان ممكن يعطوا استشارة مجانية ممكن تتوجه لالهن لفحص قصيمة الراتب ما بين الحين والآخر سيما سؤال هنا هون بهاي الحال كتير مرات احنا نشوف انه يعني كتير اشخاص بفوتوا على محل الشغل وكأنه الاشي بصير هيك مفهوم دمنا انه باتفقوا فقط على المبلغ الاجمالي ولكن تفاصيل تاني واضافين ما بيعرفوا كيف وكيف وصلوا لهاي النتيجة على مين تقع هاي المسئولية هل هي على العامل يعني هو اللازم يكون مبادر ويتوجه لا يسأل ولا يفحص ولا كمان هذا حسب القانون يعني مسئولية المشغل شوفي هو حسب القانون بلزم المشغل بكل اجتماعيا شو انت تعرف هذا برجع لكل شخص وشخص اجتهاد شخصي اه من هون انا يعني بتوجه كمان للمدارس اللي بجيل خمستار ستاشر سنة الولاد لما ببلشوا يشتغلوا بالاجازة الصيفية تكون فيه طبعا محاضرات وفيه كتير استعدادات انا شخصيا بروع مدارس بحاول اطواهن وهون بحاول اعطي مجال يعني انه يعرفوا شو اللي حكوك كمان بمؤسسات وجمعيات نسائية كمان يعرفوا النساء بمراكز مثلا التشغيل عتسماء كل هاي الامور مهم جدا يكون فيه محاضرات هون وهون حلو لا رفع الوعي في هذا الموضوع بسيما هيك باختصار لو سمحت لحتى ننوه للمشاهدين وتأكيدا علي ذكرته ايمان هاي مش حيا الله ورقة احنا منخدها تعي نحكي على تداعيات او يعني التأثير المستقبلي لانه اذا فيه بنود مش مزبوطة هي مش ضمن الاتفاقية ما بين الموظف والمشغل شو ممكن يكون تداعياتها مستقبلا يعني هذا الاشي بعود لما بدي استقيل او اقال المردود المادي وايضا ممكن تفاصيل اخرى مش بالضرورة متعلقة فقط في يعني مستحقاتي عند الاقالي او الاستقالي شوفي اذا كانت قصيمت الراتب مش صح بتأثر كثير على حقوقها نحكي على حقوقها الاول اشي بالتأمين الوطني امرأة اللي هي مثلا بيحمل بدها تولد بعد فترة معينة اذا كانت قصيمت الراتب بتاعتها غلط او فيها مبلغ اللي هي مثلا اقل المبلغ اللي هي بتستحقه ساعتها بتاخد هي من التأمين الوطني شو هي كانت تاخد يعني اذا ما عاشها عشر تلاف كانت تاخد قصيمت راتب خمس تلاف وهذا كتير بيصير بالمجتمع العربي بتأسف احكي بس بس اللي بنزله طبعا شو السبب انه توفير طبعا الدرائب على المشغل وكمان عدة امور معينة فهذا بيأثر على ما عاشها يعني هي راح تاخد خمس وسبعين بالمية كطبعا يعني مقابل ولادة او مقابل ولادة طبعا بعد الثلاثة الشهر بعد المتولد بتاخد هي حسب قصيمة الراتب طبعا اذا بدها تعتر تروع على المحاكم ساعتها بدي يكون فيه اثبات وده تكون امور كتير صعبة خلال نحكي كمان بأثر على البطالة البطالة كمان هو جزء من قصيمة الراتب من قد يأخذ العامل هو بيأخذ جزء من التأمين الوطني الاهم واهم هي اصابات العمل لما بيصير اصابات العمل منشوف انه العامل بيصير يركض وراء المشغل بعد الاصابة ب 24 ساعة لما يصحصح من المستشفى او اشيه بيصير يركض وراء المشغل بيقوله علي للتلوش علي للقصيمة الراتب او اعطيني اياها حقيقية بالاحرام وهون ممكن يبلش يكتف كمان شغلات اللي ما كانش يعرفها وبيصير مضطر انه يرجع يتابع على قصيمة الراتب الحال اللي بتحكي عنا هي اغلب بالاقالة لما بيقال او يستقيل العامل بروح لمحامي طبعا بيصير بده يطلب من المشغل الحقوق بروح للمحامي بيتفاجئ المحامي بيقوله في ناقص عندك واحد اثنين ثلاثة وان النقاها وان كذا والاسوأ من هيك انه بكون مكتوب احيانا بقصاء مراتب انه في نقاها فيه اجازة سنوية ولكن مرادية بس هو ما اخداش ومع الاسف حتى نكون حقيقيين يعني هاي المسح او المعطيات اللي فيه جهات موثوقة عم بتقوم فيه اغلب هاي الامور بتصير بالمجتمع العربي سيما رح نختتم بنصيحة من حضرتك لكل موظفين رح نعرف هي الشريحة الاكبر بمجتمعنا يمكن الاقل هي المستقلين للموظفين للعمال نصيحتك بما يتعلق بقسيمة الراتب ومع هاي نصيحة نختتم هاي الفقرة بدأت نصيحة بالاول للمشاغلين قبل العمال المشاغلين انا بقولهم هيك اليوم فيه طبعا قانون حماية الاجور لعام 1958 في عنا التعديل رقم 24 البند 24 والبند 25 شو بيحكوا بسنة 2014 طبعا فات التعديل بيحكي كل قسيمة راتب فيها اي خطأ حتى لو كان صغير وحتى لو انه لم يسبب ضرر وحتى انه العام لو لم يثبت ضرر بحق للعام الخمس تلاف شاكل تعويض عن كل قسيمة هي خطأ او فيها خطأ معين طبعا احيانا بنعطى اكتر من خمس تلاف شاكل حسب شو القاضي بيقرر اذا كان فيه ضرر تاني فانا بنصح المشغلين انه يعطوا القسيمة بالوقت يعطوا المعاش بالوقت يعطوا القسيمة لحت ساعة ايام من بعد استحقاق المعاش تكون القسيمة صح ومش غلط اذا بكون فيه مرشد من مكان العمل كمان يواعي العمال بالنسبة للعمال صحيح بالنسبة للعمال بنصح كل عامل يستشير يتوجه او لمؤسسة او لمحامية واليوم في عنا مواقع زي كل الحق والسخوت كل هاي الامور اللي بتقدر تفوت عليها كمان باللغة العربية باللغة العبرية بتقدر تعرف كل حقوقها وبنصح كل عامل ما يسكتش اليوم العمال بسكت وبيحاولوا ما يعني ما يعترضوا بخافوا عن مصدر رزقهم بس اليوم في كتير امور اللي المحامة بوجهك او المؤسسة او الجمعية بتوجهك كيف تتصرف بطريقة عقلانية بطريقة صح اللي انت كمان تحفظ على حقك وحتى لو فصلت بسبب انك انت طلبت حقك او طلبت قاسيمة راتب صاح اليوم فيه اليك تعويض اضافة طبعا على هذا الموضوع طبعا مداش مهمة هاي المعلومات كتير مهمة عفاف يعني انا كتير حبت نصيحة سيمة فاجأتني الصراحة لانه اجت بمحلها ويريت انه عن جد المشاغلين ياخدوا بهاي النصيحة كتير مهم وحبيت كمان كل قضية انه توجيهك للعامل انه يفحص وما يظل ساكت وانا بفكر كمان يعني ما بدي انه نلوم العاملين قسم كبير منهم ما بيعرف يوصل للمعلومات فبتخيل لقاءنا اليوم هو كمان كشف اضيف كمان شغلة صغيرة سريعة جزا سيمة لو سمحتك اضيف شغلة صغيرة اللي مهمة اللي اليوم تعد جريمة جنائية تعد المشاغل لما بيخالف كل اللي انا حكيته عدم دفع الاجر وعدم طبعا اعطاء قسمة هي خليفة امتاز في الجريمة اللي هي طبعا جنائية بقدر طبعا العامل يتوجه لقسم التنفيذ في دائرة الاقتصاد ويقدم غاط شكوى اللي طبعا ممكن يسكره او محل العمل او يعطوه غرامة او يعطوه طبعا عقوبة معين سيمة شكرا على تسليط الضوء على هاي التفاصيل الهامي شكرا لحضورك معنا اهلا وسهلا فيك سعد صباحك واقيمة هيك منكرر النصائح اول شي للمشاغلين عن جد يعني يقتقوا الله في الموظفين هذا مصدر رزق الاساسي وامشوا حسب القانون واذا ما اتقيتوا لا مامشيتوا حسب القانون القضاء زي ما حكت النار محميش جنائيا ومدنيا وكل والاهم انه العامل كمان ما يترددش في حالة يعني ضمان حقوقه اكيد